تقنية المفروض هي الطريق للأمام مع الشاشات ليس فقط من سامسونج ومن كل الناس جاءوا وقالوا لنا مو LED ولا QLED قالوا لنا مايكرو LED فميش السالفة بالطبع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته سامسونج هنا في معرض CS في لاس فيغاس تكلموا عن نوع جديد من الشاشات او نقدر نقول اصل الشاشات اللي هي المربعات الصغيرة ال LED ال LED صارت QLED اللي هي القوانتم داتس وبعدها تطورت وجاءوا لنا شيء هنا اسمه مايكرو LED مايكرو LED مع تلفزيون ماديولر نسميه الجدار ماديولر كيف في نطاق التلفزيونات تجيب قطع وشبكهم مع بعض وصارت شاشة اكبر شاشة صغيرة شاشة صغيرة مع بعض شاشة اكبر والشاشة اللي جايبينها هنا 146 انش ونتكلم على دقة 4K وكلها ماديولر فبالنسبة لسامسونج هذا هو الطريق للأمام اول شيء مايكرو LED عن الليد العادي؟ هذه الاندفجول LED بيكسل يسمونها self-emmissive والفرق هنا انها بيكسلات فردية انت ما راح تلاحظ انها عبارة عن ألواح شاشات مركبة مع بعض الا بصعوبة وتدقيق كبيرة ومثل ما قلنا هذه مايكرو LED مش OLED والجميل فيها انك تقوم بتركيبها حسب مساحة جدارك لو تريد تعبيت جدارك كامل ما عندك مشكلة تبنيها من 32 انش الى 146 انش طبعاً اهم شيء ان الابعاد تكون معتمدة لن تركيبها بشكل حرف المثل الشيء الجميل في المايكرو LED انك لا تشيل هم مشاكل الأوليد المعروفة مثل حرق الشاشة والطباعة عليها مثل لما ينطبع شعار القناة على الشاشة سامسونج اعلنت عن تلفزيون 8K بحجم 85 انش وايضاً بالتقنية الكيوليت تقول لي انك تشاري تلفزيون 4K ونحص المحتوى كافي له فكيف هذا التلفزيون 8K هنا بقول لك انه هذا التلفزيون من سامسونج يسوي شيء اسمه AI Pixel او يحسن المحتوى حتى لو كان 1080 ويجعله يظهر بشكل رائع جداً على هذا التلفزيون فأي محتوى عندك مهما كان دقته سيكون في ترقية لهذا المحتوى بالتحليل الذكي ويتم معالجة الصورة حوالي 64 مرة بحيث تظهر لك بأفضل نتائج وكل هذا بواسط للذكاء الصيني وهذه كانت من اهم اعلانات سامسونج في مؤتمر CES تقنيات وابتكارات جديدة قدموها لنا نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته